السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم جيجي من قناة جيجي فريد النهاردة ان شاء الله اكلمكم عن حمام كريم اسمه بونابيلا منتج مصري قلت اجربوا الاول في العبوة الصغيرة وبعد كده لو عجبني اجيبك كبيرة هو مكتوب علي بونابيلا هير كونديشنر كميته 35 جرام الكيس ده سعره 14 جنيه اهم حاجة في حمام الكريم ده ان هو مختلف شوية عن انواع حمام الكريم التانية فحاجة ان هو مفيش فيه هو خالي من السلفيت اهو مكتوب عليه وخالي من السيليكون ومن البرابين طبعا قلي اللي بنلاقي حمام كريم خالي من السلفيت والسيليكون والبرابين وكمان هو بيقل من تساقط الشعر مما يجعل شعرك اقوى واكثر صحة اكثر حاجة كمان لفتت نظري في حمام الكريم ده ان هو مكتوب عليه يصلح شعرك بعد صحب اللون منه او فرده او سبه فيعتبر حمام الكريم ده يعني مميز شوية عن الانواع التانية اللي احنا بنستخدمها طريقة الاستخدام بتستخدمي اهو مكتوب عليه اخسلي شعرك بالشامبو وجافي فيه وبعد كده حصي فيه على شعرك عشر دقايق وبعد كاشته فيه طيب عمل ايه بقى معين حمام الكريم ده حمام الكريم ده انا استخدمته غسلت شعري وحطته على شعري وسبته حوالي خمس دقايق ماسبتهش عشر دقايق وشطفت شعري ترتيبه مزاي ترتيب الانواع الحلوة قوي من حمامات الكريم اللي احنا بنحبها ترتيبه متوسط وطبعا ترتيبه المتوسط ده لان هو مفيهوش سيليكون مفيهوش بارابين مفيهوش سالفيت كل الحاجات دي بتساعد على ان شعرك يبقى نعم قوي بيها في حمامات الكريم التانية حمام الكريم ده بيرطب الشعر بشكل متوسط لكن مش قليل يعني بيرطب الشعر حلو برضو بس بشكل متوسط يعني بتلاقي الشعرك حرير بقى بعد ما تستخدميه الشعرين ما تبقاش بقى زي الحرير كده فيه انواع من حمامات الكريم اللي احنا بنحبها بتخلي الشعر زي الحرير عشان بيكون فيها سيليكون واحنا عارفين طبعا الكلام ده وبنستخدمها برضو ده ما فيهوش سيليكون فبيخلي الشعر ترتيبه متوسط بس حلو في نفس الوقت يعني التأثيره حلو على الشعراية بتحس ان انت شعري كده طبيعي مترطب بشكل طبيعي مش مبالغ خي قوي او قليل قوي ان انت ما تحبيهوش لا هو حلو بس زي ما قلتلكم ترتيبه متوسط فهو بصراحة هو عجبني بالنسبة لان هو ما فيهو سيليكون ولا بارابين طبعا دي ميزة كويسة جدا فيه وعشان كده هو بيصلح للشعر التالف والشعر اللي هو بقى مجهد من سبغة او بيقع اي مشاكل في الشعر هو هيصلح معه ببقى حلو جدا لان هو خالي من اي مواد تضر الشعر تضر الشعر يعني وموهو كمان هيبقى حلو قوي كمان حتى مع الاطفال لان هو ما فيهوش اي حاجة برضو وممكن تضر شعرهم او تضر يعني فروة راسهم فده عجبني جدا بس طبعا احنا برضو ما بينجيبوش على فروة الراس زي اي حمام كريم عادي لكن هو حمام كريم يعتبر صحي للشعر مش هيقزي شعرك بالعكس بيرتبوا بشكل حلو معقول جدا مش هقولك بيرتبوا قوي قوي لا بيرتبوا بشكل كويس متوسط لكن مش هيدر شعرك خالص مش هيديف عليه اي مواد تضره بالذات لو انت سبغة عشان كده انا بحبه احبيته عجبني قوي بعد السبغة بيبقى ناعم جدا على الشعر فبيبقى حلو جدا يا لان هو زي ما قلتلك هو ما فيدوش مواد مضرة بونابيلا اسمه انا عجبني بصراحة هجيب منه العبوات كبيرة انا اللي كنت شفته لقيت الكياس دي فلو ما لقيتش حط العبوات الكبيرة منه هجيب الكياس هفضل استمر كده مع الكياس كل فترة استخدم مش على طول يعني لكن كل فترة استخدم كيس المتضرر فانا انصحك بحمام الكريم ده لو انت عايزة حاجة صحية لشعرك ما تضر الشعرك في اي حاجة خصوصا لو شعرك متضرر من سبغة او من فرد او بيتساقط او فيه اي مشاكل في شعرك بعد ما تستخدمي الشامبو ده هيكون مناسب او لان زي ما انت شايفة هو خالي من اي مواد ممكن تضر بيها شعرك ما فيش فيه كل المواد اللي بتفرد الشعر او التطريق اوي اا بونابيلا ده حلو عجبني بصراحة مع ان انا لما جبته كنت قلت مش يعجبني ما كنتش متفقلة بيه اوي بس لما برقته وكمان قريته كده وقريت المكتوب عليه اا لقيته عجبني بصراحة هو مركة مش معروفة بونابيلا انا اول مرة كنت شوف المركة دي انا مش ما شفتهاش قبل كده يعني هي مركة مش معروفة بس لما انا جربته اا لاحظت ان هو فعلا بيعمل اللي هما بيقولوا عليه ده ما بيفردش الشعرية اوي ما تحسي فعلا هو فعلا ما فيه السيليكون فاا هو بيبع كده كياس لو ملقتش منه العبوات الكبيرة هبقى جيب منه هو بصوا المكونات بتاعته نستاه الريهالكو ابريكوت اويل اللي هو زيت المشمش وبرو فيتامين بي 5 وارجان اويل دي مكوناته طبعا للشعر الجاف والشعر المتضرر من سبغة او بيتساقط او فيه اي مشاكل هو حمام الكريم ده هيكون مناسب معها جدا فزي ما قلتلكه هو اهو ده شكله الحمام الكريم ده انا كنت جايباه من محلات باع المكياج اللي هما المحلات الاسعار الموحدة دي اللي هو محلات 2.5 او كلام ده المحلات دي بتاعت المكياج دي المنتشرة في كل حتة هما بيبيوها كيف عندهم باسكت فيها فيه حطين فيه كده انواع حمام كريم فيه بقى انواع كتير بايو بوينت فيه بوناول اه انواع كتير شوب فيه انواع كتير جدا فده كان نوع جديد او مرة اشوفه فقلت لاجربه بما ان هو منتج مصري قلت لاجربه بس طالع حلوة فعلا لان هو اه حلوة ما بيقزيش الشعر في اي حاجة فانصحك بيه جرى بيه هيعجبكو مع العلم ان هو ما تنتظريش ان هو يرتب شعرك قوي لكن الميزة اللي فيه ان هو مش هيضر شعرك هيرطبه من غير ما يضره وهيرطبه بشكل متوسط مش كتير ومش ترطيب قليل اسمه بونابلة هون ان شاء الله اكون قفدتكم يكون الفيديو عجبكو لا والفيديو عجبكو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجلس عشان وصلك كل جديد وما تنسوش اللايك والفرق على الاستجرام والشير مورسيليكو باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة